اشتركوا في القناة امسي عليكم بالخير وشكرة لكم هذه الاستضافة طبعا وزارة الاسكان والتخطيط العمراني كانت حريصة على تعزيز مشاركة وفد مملكة البحرين في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية من خلال تنظيم جلسة نقاشية بعنوان الحلول المبتكرة والمستدامة لتوفير السكن الملائم والحمد لله طبعا شرفنا حقيقة بمشاركة ثرية من قبل رؤساء وفود جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية سنغافورة بالاضافة طبعا إلى مشاركة المدير التنفيذي لبرنامج الممتحدة للمستوطنات البشرية عنوان هذه الجلسة النقاشية يأتي منسجم مع التوجه الحالي لمملكة البحرين نحو الابتكار لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال البرامج الإسكانية الفورية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمتمثلة في برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وطبعا هذا التوجه تشاركنا فيه العديد من دول العالم التي ارتأت أن مسار الشراكة مع القطاع الخاص يمثل بالفعل حل مستدام لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين نعم سعادة الوزيرة ما هي أبرز المحاور التي تضمنتها الجلسة وكيف كان تفاعل الحضور من الوفود المشاركة لله الحمد خلال الجلسة استعرضنا المسيرة الإسكانية في مملكة البحرين بدءا من فكرة تأسيس المدن الإسكانية في الستينيات القرن الماضي طبعا من خلال المشروع مدينة عيسى ثم مدينة حمد في الثمانينات بالإضافة إلى مدينة زايد وبعد كذلك استعرضنا خطة الوزارة في تنفيذ توجيه جلالة الملك المعظم بتوفير 40 ألف وحدة سكانية والتي ارتكزت على بناء مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى ضحية الرملي بعد ذلك تطرقنا إلى المرحلة الحالية التي انتقلنا خلالها إلى توفير الخدمات الفورية من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الحمد لله الحضور كان كبير ومتميز من رؤساء وأعضاء عدد من الوفود المشاركة في المنتدى وكذلك كان في حضور من المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن ونحن صراحة سعيدين جدا بنجاح هذا الحدث نعم من نيويورك السيدة أمنى بن تحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني شكرا جزيلا لك